اهلا وسهلا بحضراتكو عاملين ايه كله تماما لانتخابات الرئاسية فضل تقريبا حوالي 10-11 يوم وتبدأ الانتخابات الرئاسية في الخارج وبعدها تبدأ الانتخابات الرئاسية في الداخل طيب المهمة بقى هنا في الموضوع مسألة التعددية الحزبية تعددية حزبية مش بس من حيث الاسماء تعددية حزبية من حيث الايدولوجيات والافكار والبرامج وما الى ذلك ده منظوري لكلمة تعددية حزبية مش مسألة اننا يبقى فيها عندي 105 ولا 106 حزب السؤال بقى الافكار ايه الايدولوجيات ايه البرامج الحزبية شكلها عامل ازاي وفي نفس الوقت اثر هذه التعددية ما بين قصين الحقيقية على اثراء المشهد السياسي في مصر في اللحظة اللي انا فيها عندي حاجتين يخلوني ابدأ اولا احنا هنبدأ من اليمين ثانيا لازم لديس فرست وعليه مش كده احمد ولا ايه لازم نعمل كده وايه اللي هنعاني لازم نرحب اولا باسية النائبة اميرة صابر المتحدثة باسم حملة الدكتور فريد زهران الحملة الرئاسية نائب رئيس حزب المصر الديمقراطي الاجتماعي طبعا عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين ازاك اميرة اهلا مصر عامل ايه كله تمام كله تمام الصديق العزيز المحبب دائما الى يا سات النائب احمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين ورئيس الهيئة البرلمانية الحزب المؤتمر اهلا وسهلا اهلا وسهلا بالسادة المشاهدين كله تمام كله زي الكل طب احنا بدأنا الترحيب بعضوة اليمين او على يمنا اميرة فهنبدأ الاول الكلام استأذنك مع احمد على مسألة التعددية الحزبية والموزيع قال على انه تكون التعددية حقيقية ايدولوجيات وبرامج وافكار مختلفة مش بس التعددية من حيث عندي عضب مخم من الاحزاب الحقيقة الكم عمره مكان مقياس انا متفق تماما مع حضرتك احنا محتاجين طول الوقت يبقى عندنا افكار وايدولوجيات مختلفة برامج وبرامج بديلة افكار واطروحات بتفند تلك الافكار وبتطرح رؤى بديلة واعتقد ان اكتر مكان قد يعمل هذا المفهوم هو التنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين لدينا الرأي والرأي الاخر ولدينا السياسات ولدينا المختلفين مع تلك السياسات الحوار الوطني ايضا كان مظلة كاشفة لهذا الامر واعتقد ان هو رقن اصيل للمشهد اللي احنا بنشوفه النهاردة فيه عدد من الاحزاب بتتنافس على موقع هو الموقع الاهم في جمهورية مصر العربية وهو موقع رئيس الجمهورية وهي كلها ذات خلفيات حزبية بنجد حزب الوفد هذا الحزب العريق بنجد الحزب الديموقراطي الاجتماعي بنجد حزب الشعب الجمهوري اللي بيمتلك تاني اكبر كتلة في مجلس النواب في الوقت الحالي فبالتابعية لما نيجي كمان ننظر الى الخلفية الدستورية نجد ان المادة الخامسة من الدستور كاشفة النظام السياسي يقوم على التعددية السياسية والحزبية فبالتابعية كلنا كمثار تموي اقتصادي وسياسي واجتماعي يجب ان ندفع بان يكون تلك المظلة وبالحالة دي تكون حالة مستمرة فيها هذا التعددية او تلك التعددية من مختلف الطيف السياسي المصري سواء اليسار سواء اليمين سواء افكار مؤيدة سواء افكار معارضة ده هو اللي بيدي الحراك الديمقراطي وهو دوت اللي هيصل بنا للفكر اللي احنا بنقول عليه فكر الجمهورية الجديدة عظيم جدا هنا هنتقل لاميرة مسألة التعددية الحزبية اميرة الى اي مدى او ازاي اقدر اخلق مناخ سياسي اكثر خصوبة لتعددية حزبية ايما على الايديولوجيا وايما على البرامج مش على الاعداد زي ما اتكلم مقلب طيب يعني هو بدء دي بدء طبعا لو احنا قلنا وبنقيم احنا فين النهاردة من حالة التعددية الحزبية الحقيقية انا شايفة انه لا احنا لسه قدامنا مسافة طويلة علشان نمشيها في هذا الصدد وفي هذا الاطار ليه لانه لسه في مجالات كتير قوي انا محتاجة الاقي فيها تواصل مباشر مع الجمهور مع الشباب فيما يخص الشأن السياسي علشان كده احنا حارسين في حملة المرشح الرئاسي فريد زهران اننا نقدم برنامج انتخابي عكف على دراسته وعكف على اخراجه عدد كبير جدا من المتخصصين في جميع المجالات برنامج يتناول المحاور الرئيسية في الاقتصاد وفي الشأن الاجتماعي وفي الشأن السياسي وانا بدعو اي حد بيتفرج علينا النهاردة انه هو حقيقي يجتهد انه يقرأ البرامج الانتخابية للمرشحين لانه مهم جدا انه يبقى فيه وعي سياسي طب انا ليه اختار فلان بناء على ايه هو ما الذي يطرحه هو يقدمه يعني الحقيقة في الكثير من الديمقراطيات اللي بيحصل انه البرامج دي بتتم فيها مناظرات عالية المستوى ودقيقة جدا جدا علشان نقدر فعلا ننمي وعي سياسي حقيقي وعلشان تبقى فيه انا يعني بميل جدا انه يبقى فيه حاحز بياه صحي يبقى فيه ايدولوجيات واضحة وتطرح رؤى مختلفة انا النهاردة علشان فعلا ايجي اقول لا انا محتاج اقتصاد اجتماعي اقتصاد سوء اجتماعي انا النهاردة السياسات الاقتصادية المتبعة لديها طرح مغاير خالص عندي رؤية مختلفة ده قايم على بالمقام الاول ايدولوجيتي المختلفة فانا نفسي تعود السياسة للجامعات تعود السياسة للشوارع الشباب الصغير يقرأ ويثقف نفسه وينضم الاحزاب السياسية انا اتمنى ان قعدتي بالمناسبة ده سبب رئيسي لاشتراكنا او وجودنا النهاردة فيه منصة مهمة جدا سياسيا زي الانتخابات الرئاسية ده فرصة واسعة للاشتباك مع عدد كبير من المواطنين رحنا محافظات كتيرة جدا اتقابلت شخصيا مع الاف الحقيقة من الشباب الشهر اللي فات ده وتكلمنا وناقشنا ايه اللي عجبهم وايه اللي مش عجبهم هو دي الضمانة رئيسية يمكن احمد اشار لتجربة مهمة جدا بس احنا في تعداد سكاني يزيد عن المية وخمسة مليون مواطن عدد كبير منهم من مقونات هذا المجتمع مكون شاب انا اتمنى انه تتسع كل المضلات اللي بتعمل تثقيف سياسي حقيقي تنسئية شباب الاحزاب واحدة من اهم هذه التجارة لان واحدة من المشكلات الرئيسية اللي عنينا منها سنين طويلة هي كمان الانغلاق جوه الرأي والتشبث الشديد بالرأي من غير ما نبص على الرأي الاخر ده ما الذي يقدمه او اننا بنحطه في انماط او بنحطه في اطارات معينة ونضع عليه علامات بقى مسبقة من غير ما يبقى ده قايم على نقاش حقيقي من غير ما يبقى فيه كم من التفاعلات السياسية الجد النهاردة اللي بيتابع يمكن اللي بنحاول نعمله في كل يوم مناقشات ومناظرات بين ممثلي المرشحين المختلفين احنا تقريبا كل يوم على عدد كبير جدا من البرامج الحوارية والبرامج الاعلامية لانه لما انا بقول النهاردة ده برنامجي لما انا بقول النهاردة هذه السياسة التي تتبع طوال السنين اللي فاتت لا هي مش السياسة السليمة لازم اكون بقدم لها بديل وبديل دقيق ونتناقش وبالمناسبة حتى في البرلمان يعني عددنا يمكن سبع نواب احنا اقلية مطلقة في البرلمان ويمكن حضرتك يعني زميل فاضل وجود هذا العدد رغم قلته مؤثر جدا جدا في المشهد النيابي لانه يقدم شيء خارج ما يغرد به اغلب السرب وهكذا يعني انه فيه احزاب تانية واحدة من اهم المكتسبات اللي حصلت في الحملة بتاعتنا انه حزب العدل شريك رئيسي لنا انه حزب الاصلاح والتنمية شريك لنا كل هذه التفاعلات السياسية اللي بتحصل هي دي اللي بتبني مستقبل لانه الحقيقة البنى السياسي بنى تركمي وانا مش بقول ان النهاردة هقدر اغير شكل الحياة السياسية في مصر او هقدر اطرح حلول سحرية ده بيجي بتطبيق ما اطرحه وانه هو فعلا يكون فاعل وبطرح سياسة افضل منه وهكذا وده بيبدأ باحترام الرأي الاخر بيبدأ بانه الرأي الاخر ده يقدر يعبر عن نفسه بحرية من غير تقييد بانه يبقى فيه ضمانات على الارض انه الاحزاب السياسية هي احزاب تعمل في اطار من الدستور والقانون تستطيع ان توسع دائرة الفعل قدر المستطاع انا مهتمة جدا انه الشباب يرجعوا تاني يدوروا على الشأن العام بشكل حقيقي ويمكن احداث دي احداث غزة كاشفة للغاية انه حتى تراتوبيات السياسة الداخلية مرتبطة تماما بالمشهد الخارجي لما بتكلم النهاردة على قانون دولي وبتكلم النهاردة على موقف الدولة المصرية الدولي ده مهم جدا اننا نرجعه لتنشيء السياسي او مهم جدا اننا تعاطى معاه بفهم الخلفية التاريخية بفهم الخلفية السياسية والمترتب على ده في المستقبل هيكون ايه لانه دي ضمانة حقيقية انه تكون الدولة بتتقدم يعني في الاخر كل المصريين يهمهم ايه غير انه تكون افضل السياسات هي المتبعة يكون الناس راضين عن الاداء العام للسياسات دي ففي ظني وفي تقديري واحدة من اهم الحاجات اللي بتحصل دلوقتي هي استخدام اي منصة انتخابية سياسيا بشكل واسع علشان ندور نقاش حول السياسات المتبعة ونقول ايه فيها سليم و ايه فيها محتاج تغيير فورا على سبيل المثال وثيقة ملكية الدولة طرح عظيم من القائمين على الموضوع بس هي هتتنفذ امتى وهتتنفذ بانهي اليه وبنسب عاملة ازاي والاثر الذي سترجعه في وجود استثمارات اجنبية مباشرة او في وجود شكل مختلف لاتثمارات الدولة دي كلها حاجات لازم تقيم ولازم تفعل في اطار سريع علشان نقدر نشوف نتائج مغيرة للسياسات التي حدثت يعني القصد انه لما حتى بيصدر عن الحكومة سياسة ما جيدة نحن نشيد بها ونطالب بتنفذها في اقرب وقت وحتى لو فيها تعديلات او مصارات احنا بنترح ده ده مهم ده مهم طيب هنا هرجع لما قلت لانه اميرة قلت نقطة مهمة جدا لانه احنا شفنا انه الاوضاع الحالية في فلسطين ادرت ازاي انها تحرك الكتل الشبابية وبالتالي ابدوه تمام شديد بياه ده هيخليني هاسأل سؤال مهم هل الجاذبية السياسة للشباب اقدر ابنيها على انه الوضع الحالي او يعني المشهد المؤسف اللي في فلسطين حرك الشهية الشبابية لدى او حرك شهيتهم السياسية ولا انه التحرك الشبابي اتبنى على مسألة الارث الوجداني والتاريخي وايضا الارث الوطني من عداء طويل مع دولة كيان الصهوية المحتلة او اسرائيل يعني انا خشيتي انه يبقى التحرك هو لاجل الانسانية لاجل هذه الاجل الارث زي ما كنت بقولك وطني ووجداني وتاريخي مش لانه شهيتهم مفتوحة للسياسة خلينا اقولك بشكل واضح جدا الدولة الوطنية المصرية شعبا وقيادة جيل بعد جيل حملت تلك القضية على اكتفها منذ ميلادها وجيل بعد جيل بيتحدث عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني فيه مراس تاريخي فيه مراس وجداني فيه ثقافة انسانية لان احنا دولة عندها حضارة فيه مواجهة مجموعة من العصابات كونوا دولة لا يعلموا عن الحضارة او الثقافة شيء النهاردة الشباب المصري الشباب المصري بكل مكوناته وبخلفياته الثقافية بتفرضها بنجدوا انه داعم للقضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وبنكتشف كم وعي كبير جدا لدى هؤلاء الشباب بالخلفيات خلينا اقول لحضرتك انا بتكلم على الاجيال اللي بتسبقنا بنكلم ابتداء من 18 سنة و16 سنة اقول لحضرتك الابعد من كده الاطفال الصغيرين عندي اولاد 8 سنين و13 سنة بيكلموا عن القضية الفلسطينية وبيتفرجوا على الوثائقيات المتعلقة بالقضية الفلسطينية فالقضية دي جزء من وجدان كل مواطن مصري بنشيلها من جيل لجيل لانها قضية قبل ما تكون اي شيء هي قضية احتلال غاشم هي الاطول في تاريخه لشعب اعزل على اراضي محتلة بنشوف كل هذه الامور طيب ناخد هذا الامر ونرجع تاني لملف التعددية السياسية جزء من التكوين الثقافي حتى في الاحزاب تلك القضية الاحزاب حزب التجمع حزب المؤتمر كل الاحزاب اللي موجودة على الساحة تنسئية شباب الاحزاب والسياسيين بكل توجهتها اجمعوا على دعم القضية بكافة اشكالها بكافة اشكال الدعم فنكتشف اه ده محرك رئيسي لان ده جزء من الفكر القومي لدى الجميع الفكر القومي مش بس هو فكر الدولة الوطنية المصرية ولكن امتداداتنا العربية واجزورنا وافكارنا وحضاراتنا الحضارة الممتدة بتقبى كل تلك الامور وخلينا اقول لحضرتك ايضا الممارسات دي كشفت عن قبح من يدعون الحرية ويدعون الديمقراطية وكذا واللي كان ممكن الشباب في توقيت معين يعجبوا بهذا الخطاب او بتلك الثقافات فاكتشفوا في هذا التوقيت ايه ده هذا الكم من القبح جير معهود هم دول الناس اللي بيكلموا على الحريات هم الناس دول اللي بيكلموا على العدالة والمساواة امام القانون وكذا بيقفوا قدام شعب اعزل في هذا الكم من الاطفال بيتم يعني تجوحهم وتعطشهم وقتلهم على مرأة ومسمع الجميع ومع ذلك هذا العالم الغربي اللي احنا كنا ممكن نشوف ثقافته وجذابة بالنسباننا شايف ان دول مجرد حيوانات بشاية القضية دي حركت كتير لدى الشباب ووضحت الكثير لدى الشباب فيه اطار تاني انا النهاردة ايضا المشهد ده واللي انا بقوله اللي حصل حراك ديمقراطي ابتداء من تنسيئية شباب الاحزاب والسياسيين هؤلاء الشباب اللي قالوا انه ممكن اليسار واليمين يجلسوا على طاولة واحدة ويبقى فيه بينهم لغة حوار ثم دعوة الرئيس للحوار الوطن ثم الاحزاب السياسية اللي قعدت وكلمت عن اطرحتها وافكارها وصولا لهذا المشهد السياسي اللي في تقدير مشهد مهم احنا بالمناسبة احنا تجربتنا في انتخابات رئاسة مش تجربة طويلة زي ما البعض بيتخيل دي خامس انتخابات رئاسة في عمر الدولة الوطنية المصرية وتالت انتخابات رئاسة بعد 2013 احنا كان عندنا قبل كده استفتاءات وغيرها من الامور وقبلها الملكية الدستورية وغيرها فانت امام هذا الحدث الجديد تمام واللي مصر مارب به خمس مرات بس والنهاردة بتتكلم على اربع مرشحين لرئاسة الجمهورية منهم الحزب الديموقراطي الاجتماعي وبالناس بتبص على الافكار والناس بتبص على رؤية مصر 2030 المعروضة من الدولة الوطنية المصرية وفكر الجمهورية الجديدة بتتفرج على البرنامج الخاص بالمرشح الاستاذ فريد زهران استاذ عبدالسند يمام عامل برنامج كذا بيتناقشوا فيهم انا مثلا كنت قاعد بشوف البرنامج الخاص بالحزب الديموقراطي الاجتماعي ومثلا لديع فيه عدد من الملاحظات واحنا بنتكلم على وثيقة ملكية الدولة انا اتمنى واحنا بنتحدث عن الافكار ما ننسلخش عن افكارنا الايدولوجية يعني انا عاهدي على الحزب الديموقراطي الاجتماعي اللي هو جزء من الاشتراكية الدولية وجزء لي عدد من الافكار اليساية لكن كنت اتمنى مثلا وبديها نصيحة اللي اجد حاجة حوالين اقتصاديات التعاونيات ومدى اهميتها مبودة بشكل مفصل في البنود لكن لقيت ان اول بند من البنود هو تخرج الدولة من القطاع الاقتصادي نشاط الاقتصادي طب ازاي طب فيه وثيقة ملكية الدولة فيه حياة تنافسي فيه عدد من الامور ممكن تصار فيه هذه النقاشات اه احنا محتاجين نعمل نقاشات حوالين برامج الديموقراطية الاجتماعية حوالين برامج الشعب الجمهوري حوالين برامج حزب الوفد لان فيه كالعديد من الامور حوالين ترتيب الاولويات داخل تلك البرامج العديد من الامور هو دوت الحوار السياسي والاقتصادي والاجتماعي الهام في تلك المرحلة وتبقى فيه عدد من المناظرات تنسيئة شباب الاحزاب والسياسيين عملت العديد من المناظرات فيه عدد من القنوات عملت العديد من المناظرات الناس تطلع وتتكلم وتقول قرأها وافكارها واتروحات والنهاردة ما تبقاش البرامج دي مجرد عنوين لا يبقى خلفها عدد من الاطروحات وانت بتكلمني في وصيخة ملكية الدولة وصيخة ملكية الدولة قسمت الانشطة الاقتصادية لتلات انشطة رئيسية انشطة لا يجوز الدولة انها تتخرج منها وانشطة يكون فيه شراكة مع القطاع الخاص وانشطة يتم التخرج منها بشكل تدريجي والقصة التاريخية لدخول الدولة هي الدولة دخلت مضطرة ولا دخلت علشان تنافس بالاقتصاد دخلت في 2011 وفيه قطاع خاص ولا فيه حالة تخرج القطاع الخاص من السوق فكان قدام الدولة امر من اتنين اما تسيب الانشطة الاقتصادية للانهيار او ان تتدخل لتنقذ هذا الاقتصاد ما ينفعش برضو احنا بنتكلم على الحالة الاقتصادية نفصلها على الحالة التاريخية اللي توجد فيها تلك السياسات من ناحية نتكلم على استراتيجية الدولة في الحيادة التنافسية وانحنا بنتكلم الدولة اطلقت وصيقة عظيمة اتمنى الجميع يقعوها حول فكرة الحيادة التنافسية وانحنا بنتكلم على التنافس ما بين القطاع الخاص وما بين القطاع العام عملت عدد من الامور في هذا الامر يجب ان نطلع عليه ونتمعن فيه فكرة حتى وانت بتكلمني على تخارج الدولة من السوق هل المفروض اعمل تخارج حالا ولا اعمل تخارج منظم هل انا من مصلحتي لو عملت تخارج حالا هل انا هتحمل الخسائر والخسائر دي مين اللي هيتحملها المواطن ولا مين لان المؤسسات دي مملوكة للمواطن فبالتالي لازم يبقى فيه تخارج منظم من عدد من القطاعات لما بنتكلم على جدوى الزمن والتخارج المنظم دوت وفقا ما يخصرش مؤسسات الدولة اللي في يوم من الايام تدخلت اقتصادية علشان تنقذ المواطن واقتصاده من الهنهيار او فكرة الاحتقار لان دي كانت الامرين المطروحين في هذا التوقيت بالتبعية عندنا العديد من الامور نتناقش فيه ونتكلم فيه في هذا الامر وفيه غير من الامور ونتكلم فيه باستفادة شديدة وبصراحة شديدة ليه لا والله لو فيه فكرة كويسة لدى الحزب الديمقراطي او حزب الوافد او حزب الشعب الجمهوري او حزب المؤتمر حزب تتبع عشان كده انا طول الوقت باختلف الناس تيجي تقولك على تصنيف مؤيد ومعارض العالم كله تخطى هذا الامر فيه اغلبية فيه اكساية فيه اقلية اللي بيقايد طول الوقت ده مش في مصلحة حد واللي بيعارد طول الوقت ده مش في مصلحة حد لان المزايدة او ان تكون بوق بدون تفكير الاثنين اكثر در من بعض ومساقة التقييد او المعارضة لازم تبقى بنية على خلفية محددة بل هي شديدة الوضوح ده هنا هخليني هنقل على اميرة واحنا بنتكلم على كل اللي قاله احمد مقلد ده كلامه رائع عظيم جميل جدا لكن يجي عندي دايما سؤال وهو هو انا الشبان او الشباب المصري الواعد العظيم الرائع هو قادر يستوعب كل هذه المعادلات عشان يقدر يقرأ البرامج لازم يكون فيه عنده جاهزية وهنا لازم هسأل بقى الاحزاب هنا هسأل كنائبة وفي نفس الوقت رئيس حزبه نائب رئيس لحزبه معارض وهو انه مدارس الكوادر والتجهيز وقدرة الاحزاب مش بس المصر الديمقراطي على جذب شبان حتى وان كانوا ما هماش مسيسين لكن على الاقل مستعد للتلقي لو بس فيه نقاط ذكرها نائب احمد انا محتاجة وضحها لانها موجودة في البرنامج بالتفصيل اقتصاد القائم على اقتصاد السوق الاجتماعي مختلف تماما عن الاقتصاد الاشتراكي وانحنا منغطرح اقتصاد سوق اجتماعي وليه وجود الدولة احنا ذكرين انه فيه قطعات استراتيجية يجب ان تكون الدولة موجودة فيها وبالمناسبة وثيقة ملكية الدولة اتت بالنسبة لنا في وقت متأخر جدا بعد الكثير من المعاناة وبعد الكثير من السياسات اللي هي اقتصاديا النهاردة موصلانا لازمة اقتصادية طحنة يعاني منها المواطن بشكل مباشر فما يطرح في البرنامج هو لماذا نحن في هذه النقطة الان واذا كنا اتخذنا هذه الاجراءات في وقت سابق كان ايه اللي ممكن يكون البديل المطروح لان الحقيقة الدولة مهمة جدا تكون موجودة في قطاعات الامن الاستراتيجي وقطاعات التعليم وقطاعات الصحة والبنية التحتية بس مش مهم خالص تكون موجودة في انشطة اقتصادية تترك للتنافس في القطاع الخاص ويجي بسببها استثمار اجنابي مباشر وتخلق فرص عمل ما بيجيش وفي حياء وفي حياءات كبيرة عن التنافسية بسبب وجود هذه الدولة او قطاعات من الدولة في الاقتصاد ده تحديد موجود في وثيقة ملكية الدولة بالتفصيل مالا بقول قطاعات متأخر معلشان نحن محتاجين ننفذها بشكل اكبر واسرع بالمناسبة مثل هذه النقاشات هي ما نؤيد جدا انها تكون موجودة دي الحالة الانتخابية اللي هو ما يطرح وما يطرح على الصعيد الاخر اجي لسؤال حضرتك المهم جدا ازاي نكتذب الشباب لحضرتك بتعمله في البرنامج ده النهاردة مهم جدا انه يكون فيه في الاعلام نقاشات سياسية طول الوقت انه يكون فيه حتى وصول للشباب على منصات التواصل الاجتماعي بمختلف الاشكال احنا عايزين نعمل برامج مبسطة الحزب عندنا بيعمل ايه احنا مستغلين الفرصة دي بكل ما قطينا منطقة يعني القائم على برنامج الانتخابي المرشح استاذ فريد زهران اللي كتبه شباب عايز اقول حضرتك لو نتفرج على المحاور المختلفة للبرنامج مش بس شباب الحقيقة يعني هم زملائي وممكن تكون شهدتي فيهم مجروحة بس احنا كمان مهتمين جدا بتمكين المرأة بتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة مريم عادل مثل الشباب الحقيقة المميز جدا عندها يعاقة بصرية ولكن متقدمة جدا جدا في حياتها المهنية وفي حياتها الدراسية دكتور اميرة عبدالعيل دكتور محمد سالم مش عايزة انسى حد لكن الحقيقة عدد من الشباب المذهل والرائع اللي اتربى في مدارس سياسية واللي عنده رغبة في احداث فارق لانه انا النهاردة في اي حراك اجتماعي مقبل ولا في اي حراك سياسي لو ما عنديش ضمانات مؤسسة من ناس فهم الصورة الكبيرة وفهم الطريق بتاع التغيير بيحصل ازاي بشكل حقيقي لسبب بسيط وقت ما حصل التغييرات اجتماعية كبيرة في تقديري الشارع السياسي ما كانش جاهز لها بالمر كان الوجود فيها للأحزاب اللي تقدر تقود بعد كده هذا الحرق وجود تقريبا مش صحي مش موجود بالشكل الكافي انا النهاردة نفسي واتمنى ان تتاح المنصات كلها لتفاعل سياسي اكبر لانه الشباب يكونوا امنين شاعرين بالامان وهم بينضموا للأحزاب السياسية وهم برماسوا العمل السياسي وهم بيعبروا عن قراءهم وانه يكون فيه كفالة الا يكون للرأي اي ضريبة من اي نوع تخص تقييد الحريات ده كله هيخلق عندنا مناخ عظيم احنا النهاردة في التنسئية وفي الحزب وفي منصات كتيرة مهتمين جدا مش بس بشباب الجامعة ده بشباب المدارس كمان احنا كان عندنا في البرلمان من كم يوم الحقيقة ودي لفتة مهمة جدا طلبة من المدارس جايين يحضروا جلسة برلمانية هو ده الرهان واصمام الامان لمستقبل مصر انه الناس تكون شباب صغيرين دول فهمين الابعاد الكبيرة للملف السياسة الخارجية وارتبطاته بملف الشأن الداخلي وانا النهاردة وانا بقوم اعترض باعترض على اي اساس وهل وانا باعترض عندي طرح بديل ولا لا وهل انا في المصارين دول امن ان يعبر عن رأيي بشكل كفاية وحر ولا لا التفكير النقدي كمان في المدارس حركت تسأل ازاي انا نفسي مناهج التعليم وده بيحصل بشكل كبير بس تكون قائمة بالمقام الاول على تفكير نقدي كل ده هيخلق عندنا حالة بعد شوية مختلفة سياسيا خالص عن ما هي عليه الان واحتى عن الاحزاب اللي بتنتمي لطيارات متقربة اتمنى ان يبقى بينها وبين بعضها ثقافة من الاحترام ثقافة من تقدير الاختلاف لانه مش ضروري ابدا يكون تقدير واحد هو التقدير الصحيح طول الوقت لكن في مفاهيم غير مختلف عليها مفهوم المشاركة السياسية ده انا اختلف عليه ازاي انا هبني ازاي كادر من غير ما اشترك جوه انتخابات برلمان ومجالس محلية وانتخابات رئاسة هكذا تبنى الكوادر هكذا تبنى البرامج الانتخابية وتم نقضاه فلا فيه حاجات كتير جدا اعتقد بدأنا فيها بعض المصارات ولكن ايضا لدينا طريق طويل في اغلبها يعني هو الوقت خلص بس انا عايز اقول حاجة مهمة انه المصر الديمقراطي الاجتماعي وجهة نظر يعني انه اكثر الربحين من وراء الانتخابات الحالية لانه اصبح من الاحزاب اللي بتتصدر المشهد السياسي وبالتالي اصبحت الناس عارفة المصر الديمقراطي الاجتماعي اكتر ما كانت عارفها قبل كده اصبح فيه فرصة اكبر لا اراية ودراسة ومنقشة البرنامج بتاع الحزب وبالتالي برنامج المرشح الرئاسي اساس فريد زهران وعليه يعني يا بختوكم الفرصة اللي نزلت لكم من باب السامة دي كانت عجباني لكن قبل ما هاختم بس يمكن اللي بفكر فيه بصوت عالي مع حضراتكم وانا بشكركم في نفس الوقت على وجودكم معانا واللي قلتي واللي قاله مقند مهم جدا لازم اللقاءات اللي من النوع ده تتعدد بحيث ان يبقى فيه عندي شرائح مختلفة من الشباب يقدروا يفهموا يعني ايه سياسة يفهموا يعني ايه احزاب يفهموا يعني الايديولوجيات المختلفة الفروق ما بين سوق الاقتصاد الاجتماعي والاقتصاد الاشتراكي والاقتصاد الشيوعي العظيم الى اخير وما عارف الكلام ده ما بيعجبش الناس كتير والليبراليين الاروع والاعظم عشان مقند ما يزعلش مني لكن الاحزاب التي تتقارب في الرؤى في مصر للأسف الشديد احنا عندنا مشكلة تاريخية جزرية واضح انها غير قابلة للحل من سنة 1936 يعني تكوين الاحزاب المصرية من 36 لحد دلوقتي مش بتكلم على قبل 36 هو تكوين يدعو للتنافر ليه ما تفهمش يعني واضح ان احنا عندنا ازمة انسانية مع بعض جوة فكرة الايديولوجي يعني لو ما اتفقتش معايا بشكل كامل تبقى انت غلطان وبعدين الاتعامات بقى طول الوقت يعني انت وحشين وانت عملاء وانت مش عارف ايه وحاجة وحشة يلقى بعد الحدود الى ان نلتقي مرة تانيا انا عايز اشكركم جدا 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 اميرة صابر عضو مجلس النواب نائب رئيس الحزب المصر الديمقراطة الاجتماعية ومتحدثا عن حملة الاستاذ فريد زهران في الانتخابات الرئاسية نورتين يا اميرة سات النائب احمد مقلد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر نورتنا احمد جدا